معك سيد ماك المرشح الديمقراطي إذن يوجه اتهاما جديدا لمنافسه الرئيس الحالي ترامب وهو أن هناك محاولة روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية ماذا وراء هذا الاتهام؟ هو ده الاتهام يعني الموجود من 2016 نعم وأيضا رجعوا كمان إلى 2012 فما فيه شك أن ليست هناك يعني زلال أو هناك دخام من غير نار فيه تدخل ولكن هل التدخل تدخل مادي من يعني حكومة بوتين والكريملين يتدخل فيه مكينات الفارز أو فيه العملية الانتخابية نفسها لم يثبت إلى الآن التدخل الفعلي ولكن التدخل بمساعدة خصم ضد الآخر كيف؟ لم يثبت التورط لرئيس دونالد ترامب شخصيا ولكن هناك دلائل أن الروس فعلا وصلوا إلى معلومات أكثر من 70 مليون من الأمريكان من خلال شركة تريتانيكا أتلانتيكا في بريطانيا وكان الشركة أخرت المعلومات دي من متعاقد مع شركة فيسبوك الأمريكية وقدروا يوصلوا من هذه البيانات المفصلة من الإسم والعنوان والميول السياسية مش بس تتميله السياسية والبسطات السياسية اللي عملوها أنه هو يوجه حملة الرئيس دونالد ترامب أنه يروح في ولايات بعينها مدن بعينها وشوارع وبلاكات سكنية معينة وده اللي كان ناس بتستغرب له في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016 أنه كان بيروح ولايات يعني الناس كانت مستغربة أنه بيركز عليها ويبيركز على ولايات أخرى اللي كانت تحت الضوء وده كان بالتأكيد سبب كبير من فوزه بالإلكترو كالج وهو نظام معقد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية من القرن الثمنتاشر ولذال يعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية ودي لك حاجة تضحك يعني أن نتيجة الانتخابات بتعلن بعد شهر من انتهاء الانتخابات نظرا لهذا القانون الإلكترو كالج لأنه زمان كانت وسيلة الانتقال الحصانة فكانوا بيدوا مدة شهر عشان الحصانة تيجي من كل الولايات ويجمعوا الأصوات ابقى معنا سيد ماك وضحت الفكرة أنتقل للسيد كالج